السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا فيكم في حلقة يديدة. من المدينة السياحية الهاملتون عندنا. الفكرة هني مكان سياحي كامل لما نفتح الثمانين الف هذا كل المناطق راح تنفتح ان شاء الله. بس لين نوصل الثمانين الف نحن شو محتاجين نسوي. نحتاج نسوي مناطق صناعية. مناطق صناعية هاي ولا عفوا المناطق السكنية هاي محتاجة بيك 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 اكسبانشنز. ننزيل. البيك اكسبانشنز ما وين بتي من هاي المدن اللي قا عرصها. بس قبل لرصها نحتاج مناطق صناعية عامة. مناطق صناعية العامة شو راح تسوي لنا? كالتالي. خلا نحطي لنا دوارة هني. نمد الشارع ولا نحول الشارع هذا لاربع شوارع صغير. ونسوي منطقة صناعية اول شي تسد احتياج الصناعي مال المنطقة. الحين هاي المنطقة شو بتكون? كنا نتكلم عن منطقة شجرية. هاي فيها الريسورس مال الشير موجود زي. ممكن نحولها لمنطقة اندسترية طبعا. في الاساس اول شي تكون هي اندستري زون نحطي لفرشال عودة المنطقة عودة. بس انا بالنسبة لي هاذا الشير مش مش كافي على اساس تقوم عليه المنطقة كاملة خاصة نحن محتاجين نسوي شوية متاهات وشكال حلوة زي. بالتالي ابي حطي فيها كثافة شجرية شوي عالية. وعلى شير حلوة. يعني عنا نحن مجموعة انواع شير منهم هذا. انا احس هذا يصرح حق غابة. بس هذا شو ما يدرج. الحين هذا يدرج بس يصرح اقل حق غابة. فشو نقدر نسوي نقدر نسوي برش عود. نخفف الاسترنج ثمالها. نزل. ونحطي اول شي على الشير هاي. ونحاول ان نحطي المنطقة شو فيها هالنوع من الشير. واذا تجمعات اماكن معينة مثل عند السكة هني. هذا تجمع شجري. من زين. مكان السكة بنعتبر قصينه قص بالطريقة هاي. في الوسط على غلب ما بيكون. وهني هاي منطقة شو بعد شير. وبنقص هذا هني قص تقريبا. وبعدين بنحط يمنوه الشير الثاني. الشجرة الثانية في الوسط. عساس تغطي كثافة اعلى شجريا. الحين هاي المنطقة بالذات. مفروض تسوي لنا زحمة. ليش? لانه راح يطلع جنبها هني مصنع. والمصنع راح يستمد من باقي الاشياء وايد اشياء. يعني الحين ما عنا اراضي نحنا برع بس الفكرة العامة يعني. نزيل. الاندستري اريا هاي. نمد منها الشارع. الشارع هذا. بالطريقة هاي. نسويه نقدر تي. والشارع بالطريقة هذي. صار عنا شارع المنطقة الصناعية. يتفرع منه بداية الصناعة الشجرية. او خلنا مبعده شوي تعرفون ليش? اساسا نطلع دوار. نطلع دوار من عند تقريبا سكة القطار. هذا بيهني. بيدخل في اعماق المنطقة هاي. بس مش من هني. نبقى بعد ان بعد الدوار. يعني فكرة تبعيد الدوار مهم موايد. والطريقة هذي. والطريقة هاي او انا مختار شارع الغلط عفوا. هني ما احتاج الشوارع الضخمة احس. بحطي شارعين شجريات. نزيل. ويوم احس اني بحتي اكبر بحطي اكبر. مكان شجري كامل فيعني. ما عرفتوا غصتي? الحين هاي المنطقة راح تشكل عندنا الصناعة الشجرية. الصناعة الشجرية نحن اللي حين ما بيننا لها اي شيء. هني راح تكون الخدمية ما لها السكان. الاتشكيو. اه بعض الامور اللي نفس هاي يعني مثلا اه تعرفونا امور الادارة ما للمنطقة هاي. اتشكيو راح نحطيه. هني بالطريقة هاي. بيعطينا بيعطينا اشياء مختلفة. انزيل. هاذ المكان. مكان عمل. بنضرب انا اليوم على هاي. بس ما عليه. نبداها اليوم اشوي اياكم معا كم من باركن. يعني هني باركن واحد يكفي لانا مش منكبر المكان. انزيل الماء. الماء ماي. ونبدأ في هندسة قواعد صناعة شجرية. طبعا ما بيكون كلها اصرا يعني اه كامل ما راح يكون كامل صناعة على الاغلب. ولكن اه يعني خلي نغطيه على الأقل. بالطريقة هاي. الحين هاذا محتاجين نصدر منا منتجات تصدير المنتجات راح يتم. عنا اتشكيو هني خلاص سوينا. اه السكنات وهاي ما في بتفتح الحين مفروض. بس عنا منجرة بيكون وعندنا تخزين وعندنا الفورستريفنس. الفورستريفنس لازم نحنا نمنع اي بناء. المنطقة بكبره راح يكون شو? عبارة عن ممنوع البناء. هاي طبعا انا بعدين راح ابدأ ارتب امورها. طبعا ما انا بالناس تقعد تبني على كيفها عند ابنوه. عند منطقة تشجيرية. تبري هاي الرينج ليش? نزين. نبني اهني. والدوار الداخلي عادي ما يحتاجي. وهذا بيكون الطريقة هذي. هذاك جزء من الشارع. وهذا جزء من الشارع. الفكرة انه ما حد يدخل يعني بس. وهذا جزء من الشارع. فبنحط هني امتدادات. ما حد من الشارع يدخل المنطقة هذي. هو من هني لين هذا المكان? ليش? لان الاحين هذا مبين من بعيد كأنه في حاجز. شوفونا? هذا المكان راح يمتد الى مجموعة اشياء. اول شي. الشارع الاول. الشارع الاول ما لا شو راح يكون? التجاهين. شارعين يعني. التجاه واحد. راح يدخلي شو? ما عارف حجمهم صبر خلنا نشوف حجمهم. بنحتاج احجام اكبر شوي هني. مش لوكيارد. بنحتاج سمول تري بلانتيشن. بالطريقة هذي. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. يد جيدة. زين? بلانتيشن. هنزين. الحين هذا راح يمتد مننا الشارع وكل قسم تشجير راح يكون قسم بروحه. الشارع رايح والرادحك شو? خلنا نتفق على الحين استراتيجيات. يكون هني في وسط خدمي. في الوسط. هنزين? انا كنت مبروز سويها دوار لكن هني ما في شي. فبسوي دوارة هني. بالطريقة هاي. هنزين. الوسط الخدمي هذة. اللي راح يمد المنطقة بشكل اساسي بالمطافي بهاي الاشياء. وما راح يكون مكان صغير ابدا. الحين. هذي المكان راح يكون اسمنتي. ليش? لان احني عندك خدمات. منطقيا. عندك خدمات اليوم حق اه شرطة وغيرها في مكان شجري. معناه ممكن يزحف عليهم شو? شيار وحشاء شو تخرب الاساسات ما لهم. فمن هذا المنطلق بتلاقون في الاماكن الصناعية في العادة. هذي الاماكن بالذات تكون اسمنتية. حتى في الاماكن الصناعية الضخمة تكون اسمنتية قدر الامكان. ليش? على اساس انه ما تخرب عليهم البنية التحتية ما لهم والاشياء اللي قاع يبنونها ويسوونها هم. فنسويه بالطريقة هاي. اتصور هني اماكن هليكوبتر كفاية. هنزين. هني طبعا ما راح يكون شيء كبير ولا راح يكون شيء صغير. يعني الصغير ترا يكفي المكان. فعليا. بس نحن نبه نحطي شيء استجابتها عالية. وما نبه هير كباسيتي نقدر نحطي الهاير كباسيتي اخ. اخ يسالم منك. نزين. اذا هاي الحركة هاي نقدر نحطيهم هني. بنمدهم جزء من المدينة خدمات الهليكوبتر حق المنطقة كاملة. وبرج عندهم منطقة تشجير عالية. نحتاج برج يحمي المكان وهليكوبترات التي طفي الحرائق على طول. الشرطة كباسيتي بسيط بيكفي المكان وزيادة. راح يكون تقريبا جنب يا السلام. جنب المطافي. والمستشفى عبارة عن عيادة بسيطة. العيادة هاي دامه تغطي السكان اللي هناك على اليسار. ما عندي اي مشكلة. وعندنا هني خدمات الدفن وغيرها نقدر نحطي هذي ونقدر نحطي ما لسيارات من خشة في الوراء هني في هالمكان. ونقدر نسوي هني شوية فساليتيز حكم على اساس العالم اللي تداوم ماتت العاوز. بالطريقة هاي. فتشوفون المكان هذا مكان خدمي. زينا الحين هذا الشي ما ينفع يكون اسمنتي ليش? ليش تدفنوا الناس في اسمنتي يعني الفكرة? فهذا بشل منه الحاجز الاسمنتي. من بين باقي الاماكن. اقدر اخلي هني كامل عنده حشيش طبيعي جدا. بالطريقة هاي. بس هني لا هني لازم اسوي مكان اسمنتي. فاشوفوا المكان هذا تنظم بشكل جيد جدا. الى جيد يعني الى جيد جدا. ننزل. المنجرة وين بتكون? الحين نفرض هاي يطلعون من هني صح؟ بيروحون للتخزين. أباهم يخزنون في هذا المكان بالعكس. اوكي? ويطلعون برع. يعني يوم يتكلم بالطريقة لا. الحين ابا حاجز ما ياخذون يوتر. لان هذا كله محسوب بيكون حركتهم الجماعة. مزين? هذا حاجز. محسوب صح? والجماعة يون هني. بالطريقة معينة. وشو يسوون? يطلعون برع. هذا الشارع غلط. خلوني امد شارع شوي افضل. بالطريقة هذي. يعني. انا يوم بيب. الاشياء اللي عندي ابي اخزنها. يوم بخزنها. مخزن. مخزنين. اوكي? يوم بيب قسقصهم. سومل. بيكون على الجانب اليمين. واحد. والثاني ياخذوا لتجاه معاكس. عسى بالاثنين ما يسوون زحمه. معاي انتوا صح؟ فاستوا عندي هني سومل موجود وكل شي موجود. بس الفكرة من المكان هذا. اذا نحن نقدر نغطي جانب صناعي جيد. ليش لنا الحين هذا راح يفتح لنا مجال مصنع. تشوفونا? بالطريقة هذي. الحين هذا الفراغ الوسطي مش مشكلة عادي. بس هم هني بيخزنون شو؟ الروب برودكس. وهي اللي بيشتلمونهم. ممكن نحطي تخزين زيادة هني اذا بغينا. يكون شي قريب عنا. اذا ما للتصدير ميون. مثلا يكون بعيد على التصدير. يكون قريب على منه على الجماعة هاي. وطبعا هذا قابل للامتداد بعد واحد زيادة. ليش؟ الشارع هذا بحاجز. فمضطرين نيون من هذا الاتجاه. عرفتوا علي. سمحوا لازم نشرب ما ينبلل الريج. حاكم تشربوه من الجنة ان شاء الله. انزين. فانا عندي الفرص قاعد ينتج. وهذا راح يبدأ يستقبل ثنين بلا مية فل وهذا بدأ يستقبل اردي. انزين. في هالاماكن الانتاج العالي مو عندي فيها مشكلة. فشو بسوي؟ بسوي منطقة تشجيرية شوي عودة بالنسبة لحجم المكان. عندنا امن وصحة وكل شي صح. مزين؟ وبنسير مسكر هالمكان بعد الشارعين. والله ممكن نستبدلهم حتى. ليش؟ لان المكان كامل شير. انا فما بيكون احسن شيء الا يمكن الشارع اللي اسمنتي اللي بنسوي لأبغريد تي والتي ما راح يخربون زحمة السير وفي نفس الوقت راح يكون شكل الشارع حلو. وفي نفس الوقت رايح راد وما غير ما يسوي الزحمة على بعض. انزين. اذا ارجع هالشارع هذا مشكلة عندي انا هذي الطلعة شوفونها. فنحن نقدر آآ شو اقدر اسوي ان اخبركم. اني بالشارع. بالطريقة هاي. واشل هذا احركة وين? وراء بعيد عنها الشارع ولا? اقدر احركة هاي وراء افضل. واحاول اطلع الشارع من هني. وطلع الشارع. بالطريقة هاي. شارع مش احسن شي لكن ممتاز زينا. نحن هذي المكان. هني اقدر استفيد من الشير الطويل لانه منطقة تشجير. فشو نسوي في المكان? لحظة مش هذا. وين الشير الطويل? اه اوكي. هذا. حطينا واحدة امتين ثلاثة. هذا حاجز الضوضاء اذا ما حطينا شي. نزيل. هذا بالنسبة للمكان. نزيل المكان هذا شو راح يحتاج طبعا? راح يحتاج ما تسكن فيه. دمنا احنا عنا شوفه. خدماتنا قوية. اوكي. الشرطة قوي كل شي قوي صح? ممكن نحول فيها منطقة سكنية بعد. ليش لنا فيها خدمات متكاملة? فمن الحلو انه اذا عنا منطقة سكنية هني بعد تمد المكان بالعمال اللازمة بس تحت القطار بيكونون. طبعا انت الحين قاعد تشتغل في مكان مش خلنا نتكلم مثالي. فاحس من العادي اذا انه يكون شوي فيه مصاعب مثل اه نفس القطار يعني. بالطريقة هاي. وهذا المكان راح نحطيه. اراضي سكنية. مكانية. بالطريقة هذي. وراح نحطي لهم حديقة صغيرة هني ان وجده. او ملعب. ايه الملعب يا السلام. يمكن ربعهم من برع عيون يلعبون اياهم. فخلنا نسوي لهم هالخدمات غيرهم. يعني هني بيسكنون عندنا ناس. والمكان الريدي مفروض ان يبدأ يصد يصدر اشجار يعني ضخمة. فما بيكون شي خلنا نقول بالبساطة اوみたい بعدم الفايدة. بيكون مفيد جدا ننزل. الحين هذا الشارع بيطلع هنا هاي بيكون في مجموعة تشجيرية غيرها. هني راح نركز فيها على التشجير ويحولهم شير ورديهم سوي مساحة للارض. الحين اللي موجودة هنا واحدة من المغريات القطار اللي خط القطار اللي عنا. خط القطار لازم نستفيد منه. امية بالامية لازم نستفيد منها. مثلا. خلنا ناخذ خط ايديد. وناخذ انحناء الى منه. الى الشارع الرئيسي. الطريقة هاي. ونقدر نزل للشارع يديد بالطريقة هاي وهذا يكون منطقة قطار حاليا قطار. يمين وقطار يسار ممكن يشل وممكن على اغلب ما بنسوي. ما بنسوي بطريقة مختلفة. خلنا نروح لقطار. وحلول وكان عندي قطار ما بين الاثنين. الحين هذا للناس اللي موجودة هني. بس في ضوطاء عالية. فالقطار نفسه ممكن بعد يسمح لنا الوضع الحالي انه نبلا خط من اي مكان. بس اول شي خلنا نحط الكارغو. لان اذا حطينا الكارغو بنعرف شو نسوي يشوفوا الكارغو اذا دش هني. للتصدير. جزيزين. والنيب من هني اندخل على هذا المكان. والنيب من هني. واندخل على هذا. لا المشكلة اننا قاعد ايب من مكان. زين بالطريقة هاي. وبعدين بالنيبة بالطريقة هاي. فصار عنا القطار في التجاهين. هذا موصول. نعم موصول. لازم نشيك على الخطوط اذا موجودة ولا لا. فاي قطار تبنونا. اول شي تشيكو على الخطوط السكة. لان اذا حركتوها الى مدى معين راح تختفي. نزين. وهني نفس الشي. وهني نفس الشي. فالحين صار عنا قطار هني موجود. لكن ما احس اني بحطي قطار سكان. ابقى احطي مترو. لان المكان غني بالمواصلات هني. فاذا اشبك مترو في الخط الرئيسي اللي هني كفي. نبيوني العمال صح? او الحرفيين خلنا نقول. اجمل من كلمة عمال. اهني ما بنحطي مباني بنحطي مترو مخفي بسيط عند اه مركز الشرطة. خلنا نقول او نقدر نحطي هني ممكن. خلنا لحظة. في حدوة تم مسح باركن. من زين. خلنا نحطي. يعني هذي. ممكن نسوي ها بالطريقة هاي. جنب هذا المكان. ونقدر نطلعها كمخرج يعني. نزين. السكة ماتة. السكة طبعا تحت الارض بتكون. وعالاغلب راح تاخذ مننا ميزانية وتوصيل ضخم. جدا يعني. جدا جدا. بالطريقة هاي. ونسوي لنا التوصيل. بالطريقة هذي. هالحين اذا نمد لنا خطوط. نقدر نمد خطوط من هنا. اضعف الايمان الى وين? الى اول محطة موجودة اللي هي اهني. هاد ستوب. اوكي. عندنا مشكلة في التوصيل عينا. لازم نعدل اسلوب التوصيل. لانه ليش? هذا ما طاع عنه شو? يسوي لنا الخط. فنقدر نسوي لنا. لخطوطه شوي سلسة اكثر. ونبدأ بتمديد خطي ديد. طريقة هاي. اوكي تنحت ويا صح. هني يوصل. ونرجع لانه هني. ونسوي خطي ديد. اذا ما اظن بيوصل لهني الصراحة بس اذا وصل. ما يوصل اهي. يبالها شوي شغل لهذا الخط. لانه هذا الخط بيه هني بيرجع هني صح? فاذا اوصل هذا هني. هذا بيتوصل هني. ولازم ارجع على المحطة هادي. واسكره في المحطة هاي. بس. بشكل اساسي. انا عندي هذا المكان. اولي مزحوم يعني. نحنا وصلنا خط هني. فهذا المكان مزحوم. هاي اكبر مترو عندنا. والثاني اكبر الحين مكان تقريبا هذا. الزحمة كلها هني الحين. فهذا موصول في المترو. واللي بيروح الدوام يقدر يحصل له طريق. كانت الفكرة بعد اوصل القطار بس ما احس ان الفكرة اني اوصل القطار حاليا بالجمالية هذي. فزيادة الانتاج. الحين هذا على اساس يزيد انتاجه. محتاج يصدر كمية يعني معتبرة من منو من الخشب. واللي هو تقريبا وصلناها. وهذا نفس منطقة زراعية. يعني على مدى حلقات قادمة. راح ينحط له اساسات على اساس. يبدأ يصدر لنا كمية ضخمة. وعنده قطار وعنده كل شي. فبالطريقة ها راح يتمكن انه يسوي كل شي بروحه. شوف العمال. العمال وايد عنه. وهذي وصلنا النكست لفل. فتح لنا شوفو. اثاث. سو دست ستوريج بيوميس بالت بلانر. نقعد نصنع اشياء يديد. الحين انا ما بحطي مليون مصنعوا ولكن. الفكرة. البركس. السكن حق الموظفين نفسهم. طبعا على الاغلب. بحطي مدرسة صغيرة. في المنطقة صراحة. على الاغلب. مش امية بالامية. بس بحطي لهم تعليم اساسي. واشياء اساسية. يحتاجون هنا هنا. ما اتصور بيشتي مكانة بس اوكي. كل البركس هنا يشل اه كم? ما حطي. ثلاث خبس و ثلاثين واحدة. حق المنطقة هاي. وعندي فوقها بيوت. وعندي فوقها مترو. قاعد يوصل اه ناس في المنطقة هذي. ويقدرون يستعملون هنا. مشي يسياك الاخر. هي نزلهم في نص لمنطقة العمل يعني. يبقى سهل انهم يمشون اي مكان هنا. الشي الثاني. فتح لنا قطع اكبر. الحين الاول. سمول تري بلانتيشن ثري سابلنج. زين هني يزرعون الفسائل ويبيعونها تقريبا. ولا هذا المفهوم من اللي هم كاذبينه يعني على كلهم. بيكون من نفس حجم هذا. فبنحطيه مقابلة. ونبقى نحن شو الميديم فيلد. الميديم فيلد راح نحطيه بعدين. بس الحين نبقى نحطي شو هذا. بالت هذا شو يسوي. هذا ياخذ المنتجات من عندهم يسوي ورق. على اساس اه انه ينتج. ينتج أوراق يعني وهسو له. فهذا بيكون عندنا منا على غلب مصنع واحد. ما اتصبر. اذا بحطي مصنع بيكون مقابلة الصوب الثاني. مفروض هذا ينتج كمية كفاية. لان نشوفه. عندنا الاستورات قاعد تتعبنا بيطلع تصديرنا بأشياء ثانية. والشي الثاني سو دست ستوريج اللي هو زيادة مال المصنع هذا يتخزن. فبنحطيه. مخزن. هني مخزن مقابلة بالاتجاه الثاني. على اساس يخزن اللي طالع من هني يخزن هني. واللي طالع من هني يرد يخزنه هني ويلفون في دائرة. ما يقعدون يدوخون بعض. هذي الفكرة الاساسية من الموضوع. على اساس تكون لفاتهم سهلة. ما تكون لفاتهم صعبة. شوفوا هذا بيلف وين بي. هذا بيلف يعني اذا حطينا. عفوا الموسم اللي يطلع برا. لكن بما معناه اذا حطينا التخزين بشكل مناسب مع الموصنع راح ياخذون دواير. ما اقول لكم ما راح يستوي زحمة. اكيد دام عنا تقاطع هني ويلفون عكس بعض راح تستوي زحمة. لكن. بيكون تأثيرها اقل اه الى حد معين. ممكن نطلع شارع منه هني. بعد يوفر علينا. شوية اشياء الناس اللي بتطلع تقدر تطلع من هني. على اساس يوفر اللي يبيروح منه. اللي يبيروح بتجاه الدوار. هذا يقدر يروح برا نفتك منا ولا يقدر يروح مكان ثاني يمكن يصدر. يبيروح عنده منه. عند القطار. القطار مفروض نظريا انه مش بوك. بالسكك اللي موجوده. كان عندي والله بديت انسى جماعة الخير. مفروض شوفوه. هذا الروت ما لا مفتوح يمين. مفتوح يسار يقدر ياخذ من الصناعات اللي داخل. نحن قاعد نسويها ومن الخارج وهذا واي قاعد يوفر علينا الزحمة بشكل مرعب. وهذا شوفوه قاعد يوديه. وهذا التجاه الرودي قاعد يتخزن والشاحلات قاعد يتيه. على الحين. اذا بنسوي اي امتداد للغابات بيكون منه هني بس ترى الامتداد بيكون محدود. على الحين الامتداد راح يكون نوعا ما محدود. بعدها ما قاعد اخل بروفت لكن تعرفون انتو الشغلة ما لبروفت عندنا. وين راح توصل? راح توصل اه اكيد اه مواصيل حلوة وطيب انزين. الحين هذا المكان الاخير نحن بنمده. نسويه. زحمة شوي فيه طبعا. بيوت. يا اخي. نزين. بنسويه بطريقة هاي هذا معلم مشكلة. هذا خلاص ما بحطي كوكية مش عايب ان المكان. اذاني يا اخي. نزين. يعني بنحطي دقاكين في الوسط حقهم. وبنحطي شوي بيوت زيادة. عند زحمة الخطر. بالطريقة هاي. مكان خدمي مكان فيه ناس وقربنا جريب الثمانين الف والاراضي راح تنفتح لين نبدأ يعني هاد استكمال المدينة هاي راح يكون اسحل وايد. لنا من نبدأ المنطقة السياحية راح يكون عنا كل المناطق في حز الشراء. لكن نبأ لين نوصل لهناك نكملها. نسوي لنا شوية اندستري ولا شوية صناعات دخلنا مدخولات ضخمة. لانا الاحين الكل شي راح يكون مكلف وايد. ومحتاجين فلوس وايد. والمصانع راح تدخلنا يعني بعد ملايين. نحن مفترة ثابتين من مليون لي ثلين مليون وخذ مننا وقت. ولكن راح يزيد الطلب عليه. نزين. المنطقة اللي جنبها راح تكون مصنع وصناعية للمعلومة يعني هاي راح تكون منطقة صناعية بحتة. مبدأ تخطيطها وياكم. لانا مو عنا صناعيات وايد صراحتا. الصناعية هني. ويكون شوي نبوها بعيدة نوعا ما. يمكن نرسها شوي بعد تحت. بس مبدئيا. هاي لازم يكون عنا منطقة صناعية. وهذه راح. المنطقة الصناعية هاي بالذات لانها بتعيش على منو. على الشير اللي موجود على اليسار. شو بنسوي فيها? منطقة صناعات شجرية. لو سمحت ممكن? ممكن? سوينا لك زون شو تبه بعد? آآ اوكي سوري زون الغلط. عفوا. نزين. هني هذا المكان. راح يكون منطقة صناعات شجرية. الناس بتاعترفون دايما في شركات صغرى تطلع من وراء الشركات الكبرى. هتعيش يعني من خلال الشغلات البسيطة. هاي نسويها ودستركت. وهي راح يطلع لنا منطقة صناعية. هاي عبارة عن آآ في تجارة الاخشاب وهي السوالف. يعني تشجير وربع. اختصار الموضوع. تشجير وربع. بس هاي راح تنتجي الانتاج ضخم يعني. لا توقعون انتاجها راح يكون شوي يشوفوا. الريدي انتاجها ضخم. لو ادخل في البجت يمكن احصلك الريدي قاعد يسوي برفت يعني. ممكن. آآ لالحي ما سوي برفت. بس خلا يبدأ بيع. مفروض خلاص يعني من الفلوسة تبدأ توصل آآ يبدأ الربح عالي. شوفون المصنعة كم قاعد دخلنا ونحن على وشك نحطي مصنعة لأثاث ترا. بعد ما نحطي مصنعة لأثاث ما نكمل السياحة هني كامل. آآ سلسلة شوي طويلة من السلاسل اللي تحبونها ما شاء الله يعني. وما شيا وياي عسل. المهم. هذا كان فيديو اليوم شوي اكثر من الفيديوين سابقين نشوفكم على خير في فيديو خاتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.